الرئيس السيسي يواجه بدراسة الآئمة للعلوم الإنسانية وصون وتعظيم أموال هيئة الأطقاف التحالف الدولي يسلم اليوم قاعدة التاج العسكرية الشمالي بغداد للقوات العراقية مجلس النواب الأمريكي وافق على دعم هيئة البريد بـ 25 مليار دولار قبل الانتخابات الرئاسية التاسع الصباحا السابع بتوقيت جرانيتش موجزون إخباري جديد يأتيكم من القاهرة أهلا بكم في البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا احمي أهلك واحمي بلدك وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة الآئمة للعلوم الإنسانية لسقل مهاراتهم في التواصل وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة وجه الرئيس السيسي بالتمسك بالنهج الثابت بصون وتعظيم عوائد هيئة الأوقاف واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصبح جميع المعاملات المالية الخاصة بمال الوقف تبقى للقيمة التجارية الواقعية بيعا أو شراءا أو تأجيرا بحث وزير الخارجية سامح شكري في اتصال هاتفي مع ناظره الألماني حايكو ماس آخر التطورات الخاصة بالملف الليبي والأوضاع على صعيد القضية الفلسطينية الاتصال تنول الترحيب بوقف إطلاق نار والعمليات العسكرية في الأراضي الليبية حيث تم التأكيد على أهمية الاستفادة من تلك الخطوة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة تسهم في محاربة التنظيمات الإرهابية والتصدي بحزم للتدخلات الأجنبية الهدامة في ليبيا كما تنول الاتصال تطورات القضية الفلسطينية حيث أكد شكري أهمية البناء على آخر التطورات من أجل الحفاظ على حل الدولتين والعمل قدما نحو تعزيز فرص تحقيق السلام العادل والأمن المنشود وفي إطار استعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة أعلنت وزارة الصحة تسجيل 89 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و12 حالة وفاة وأشار خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة إلى خروج 800 من المتعافين من الفيروس من المستشفيات كما أضاف مجاهد أن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا بلغ 97237 حالة من ضمنهم 65118 حالة تم شفاؤها و5243 حالة وفاة أعلن وزير السياحة والأطار خالد العناني فتح كافة المتاحف والمواقع الأثرية بمحافظات مصر للزيارة اعتبارا من الأول من سبتمبر القادم وجاء ذلك عقب اجتماع عقدهم عدد من قيادات الوزارة ورؤساء غرف المنشآت الفندوقية والشركات اللاسياحية حيث أكد العناني أنه سيتم السماح للمصريين والأجانب بالتنقل بين المدن السياحية والمعالم الأثرية والمتاحف المختلفة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية بحد أقصى 50% من الطاقة الاستعابية أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايل مكناني أن الرئيس دونالد ترامب سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم لإعلان اختراق علاجي كبير لفاروس كورونا وقالت إن أليكس عزار وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية وستيفن هان رئيس إدارة الغذاء والدواء سيحضران المؤتمر وكان ترامب اتهم أعضاء من الدولة العميقة في إدارة الغذاء والدواء بالعمل على إبطاء اختبارات لقاحة كورونا وتأخيرها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر أعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق تحسين الخفاجي أن التحالف الدولي سينصحب اليوم من قاعدة التاجي شمال العاصمة بغداد وقال الخفاجي أن قوات التحالف الدولي ستجري عملية الانسحاب بحضور قيادات عسكرية من الطرفين العراقي والأمريكي يذكر أن التحالف الدولي يقوم منذ أشهر لعمليات انسحاب من بعض المعسكرات والقواعد العراقية وفق جدول زمني معد مسبقا مع الحكومة العراقية أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير طائرة مسيرة محملة بمتفجرات أطلقها الحوثيون من اليمن تجاه الأراضي السعودية يأتي إحباط هذا الهجوم بعد ساعات معدودة من إعلان التحالف أن قوتها اعترضت ودمرت طائرة مفخخة بدون طيار وصاروخا فاليستيا أطلقهما الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية وفق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لتمويل وكالة خدمة البريد الأمريكية بـ 25 مليار دولار من معزنة الطوارئ وذلك لدعم الوكالة قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر من المتوقع أن يواجه التشريع معارضة كبيرة في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون جاءت جلسة التصويت التي استمرت يوما كاملا وسط ضجة حول إمكانية نجاح التصويت عبر البريد في ظل تحذير ترامب من حدوث عمليات تزوير وتأخير إعلان نتائج حيث من المتوقع أن يختار ملايين الأشخاص بطاقات الاقتراع عبر البريد لتجنب أماكن التصويت أثناء جائحة كورونا أعلن البيت الأبيض توجيه دعوة إلى الرئيس الصربي أليكزاندر فوتيشيش ورئيس وزراء قليم كوصوفو عبد الله هوتي لإجراء محادثات في واشنطن في الرابع من سبتمبر القادم ذكر المتحدث باسم مجلس الأمن الأمريكي داد البيت الأبيض جون إليوت أن الولايات المتحدة تنتظر بفارغ الصبر هذه المفاوضات المهمة لإنهاء الخلافات بين صربيا وكوصوفو يذكر أن أكثر من 100 دولة عضو في الأمم المتحدة بينها 22 من دول الاتحاد الأوروبي تعترف بكوصوفو منذ أعلان الإقليم استقلاله عن صربيا في 2008 عبر وزيراء الشؤون الأوروبية في فرنسا وألمانيا عن أسفهما لعدم إحراز تقدم في المفاوضات حول البريكزيت ودعوا إلى احترام القواعد الأوروبية على غرار ما أعلنه المفاوض الأوروبي وكتب وزير الدولة الفرنسي كليمان بون على تويتر أن عدم إحراز تقدم في مفاوضات بريكزيت يثير قلقا كبيرا مبينا أن فرنسا وألمانيا مستنفرتان لتحميها بقوة مصالح مواطنيها وهي التغريدة نفسها التي نشرها مايكل روت مساعد الوزير الألماني المكلف بشؤون الأوروبية حذر رئيس بيلاروسيا أليكساندر لوكاشينكو من أن حلف النيتو يواصل الدفع بقواته إلى الحدود مع بلاده واتهم لوكاشينكو دولا غربية وصفها بالخصوم بمحاولة كسر وترهيب بيلاروسيا من الداخل عبر دعم المظاهرات وكذلك ممارسة التهديد العلني من الجانب الآخر على الحدود ووصف لوكاشينكو وضع القوات المسلحة في حالة الاستعداد القتالي الكامل وبقل القوات إلى الاتجاه الغربي بأنه أخطر قرار له خلال ربع قرن هذا وأكد فريق زعيمة المعارضة البيلاروسيا أنها ستجري اليوم في لتوانيا لقاءا مع ستيفن بيغون نائب وزير الخارجية الأمريكي ونقلت وكالة رويترز عن فريق زعيمة المعارضة البيلاروسية أن لقاء سيجرى في إطار الجهود المبذولة لحل الأزمة التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في بيلاروس والتي تشهد احتجاجات واسعة مترافقة بأعمال عنف بين قوات الأمن والمحتجين على النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي أصفرت عن فوز لوكاشينكو بولاية سادسة قال رئيس الفينزولي نيكولاس مادورو أن بلاده تدرس شراء الصواريخ من إيران ووجه مادورو في اجتماع للحكومة وزير الدفاع بفتح خطوط اتصال مع إيران لتزويد كاركاس بصواريخ قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى وإمكانية شراء هذه الصواريخ في ضوء العلاقات القوية التي تجمع البلدين وفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعلان كل من يقليم بورتريكو وولاية كاليفورنيا مناطق كوارث ويتيح هذا القرار التمويل الفيدرالي للسلطات المحلية وبعض المنظمات غير الحكومية لتقوم بأعمال الإغاثة وإزالة أطار الإعصار في ولاية كاليفورنيا المتضررة من حرائق الغابات والاستجابة المحلية للظروف الطارئ الناتجة عن العاصفة الاستوائية لورا في بورتريكو نهاية الموجز في الختام نحيط علم السادة المشاهدين بأن التردد الجديد لقناة أكسرونيوز هو 11.7.85 رأسي شكرا جزيلا وإلى اللقاء شكرا جزيلا وإلى اللقاء